لم يخلفوا عهدهم ولم يحيدوا عن طريق من سبقهم جددوا التظاهرات وأعلنوا أن ثورة مستمرة حتى إسقاط النظام السياسي بكافة رموزه اليوم الأول بعد ثلاث سنوات من ثورة تشرين أمواج المتظاهرين في محافظات العراق ولا سيما بغداد اجتاحت الشوارع أحياء لذكرى الثورة وتأكيدا على أهدافها التي باتت أوضحة منذ قبل بعد وصول البلاد إلى حافة الهاوية بسبب استشراء الفساد واحتدام الصراع السياسي على السلطة على حساب مصلحة المواطن العراقي مئات الشهداء وألاف الجرح الذين ساقطوا منذ انطلاقة الثورة لم تردعي القوات الأمنية عن تكرار العنف ضد المتظاهرين فبمجرد وصول المتظاهرين إلى الجسر الجمهورية أمطرتهم القوات الأمنية بقنابل الغاز مخلفة عشرات المصابين في مسعى متكرر تعتمده الأنظمة القمعية لحماية سلطاتها من ثورة الشعوب اللافت في التظاهرات الحالية أنها جامعة الصفوة التي لم تتلوث بخدع الأحزاب ولم تنخرط في العمل السياسي تحت مظلة المحاصصة ولا يوجد فيها من ينتمي إلى كتلة أو فصيل أو جهة معينة رغم المحاولات الحثيثة من قوى السلطة لإيقاء المتظاهرين في شراك العملية السياسية عن طريق الترغيب والترهيب والاحتيال توقيت التظاهرات المتزامن مع المتغيرات الإقليمية والمحلية يعتبره الناشطون فرصة لتحقيق هدف إسقاط المنظومة الحاكمة بوقت قريب حيث أن الأحزاب وصلت إلى مرحلة الانهيار وبدأت الميليشيات تأكل بعضها بعضا كما أن داعمي هذه الأحزاب في الخارج وخصوصا إيران يواجهون ثورات شعبية مماثلة وعلى هذا يرى مراقبون أن ثورة تشرين لم تعد مجرد احتجاجات وتنفيس شعبي عن الغضب فحسب وإنما مشروع تغيير قد بدأ فعلا قبل ثلاث سنوات وها هو الآن يقترب من الوصول إلى هدفه ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة